السلام عليكم ورحمة الله يرابطكنو دائما بخير بصب تقدم لكم في الفيديو ده طريقة عمل سوفتوير للهاتف سامسونج غلاكسي م11 موديل م15F اصدار الحماية الثاني اصدار الاندرويد 10 في البداية بنحب نفكرك انك تبص بصة في وصف الفيديو لانك هتلاقي فيديوهات وحلول لمشاكل تانية للجهاز واجهزة غيره وطبعا كل الملفات او البرامج اللي هنتكلم عنها في الفيديو هتلاقي روابط تحميلها في وصف الفيديو زي ما احنا شايفين في الفيديو الجهاز شغال بدون اي مشكلة ولكن احنا حابين نعمل فيديو عن طريقة السوفت ويت للجهاز علشان نرد الطريقة لحضراتكم اول حاجة لازم تفكر فيها سواء الجهاز وايف على الشعار او حتى متوقف على الداول لود او الريكوفري هي انك تعرف بيانات الهاتف الاول علشان تقدر تحمل السوفت المناسب للجهاز بدل ما يحصل مشكلة بسبب سوفت خاطئ وعلشان تقدر تعرف بيانات الجهاز في قدامك كم طريقة اول طريقة انك تدخل على الاعدادات وبعدين تدخل على حول الهاتف معلومات البرنامج وهناك هتلاقي بيانات السوفت وير الموجودة على الجهاز في خانة اصدار النطاق الاساسي طيب ده في اجهزة كتير بتكون جاية واقفة على الشعار مثلا ومش هقدر اوصل لاعدادات الجهاز يبقى تنتقل للخطوة التانية وهي الدخول لصفحة الريكوفري مود زي ما هنشوف في الفيديو بعد شوي والطريقة الثالثة هي قراءة بيانات الجهاز عن طريق احد البرامج او الادوات سواء كانت مجانية او مدفوعة هافرض مع حضرتك ان الجهاز دواف على الشعار هحاول اعمل اقاف تشغيل الجهاز باي طريقة سواء بالضغط على زر الباور وزر خفض الصوت الاثنين مع بعض ولما الجهاز يعمل رستارت اكمل مع الفيديو هتضغط على زر الباور مع زر الرافض الصوت الاثنين مع بعض ضغطة مطولة اول ما يظهر شعار سامسونج هرفع ايدي من على زر الباور وهفضل ضغط على زر رفض الصوت اول ما تظهر صفحة الريكوفري اللي قدامنا في الفيديو هرفع ايدي من على زر رفض الصوت في اغلب اجهزة السامسونج هتدخل صفحة الريكوفري بنفس الطريبة هنا بقى نقدر نعمل عمليات مختلفة من اشعر العمليات ديت هي اعادة ضبط المصنع للجهاز بس احنا عاوزين الصفحة دي علشان نقرى بيانات الجهاز زي ما حضرتك شايف في الفيديو متحدد كتاتين في صفحة الريكوفري في ثالث سطر من فوق على اليسار هتلاقي رقم 10 وده اصدار الاندرويد يعني الجهاز ده عليه اندرويد 10 اما الجزء المحدد على يمين نفس السطر في اوله مكتوب M115F وده موديل الجهاز بعد منه على طول مكتوب XX وده التوجه موديل الجهاز والتوجه مينفعش يحصل فيهم اي تغيير بمعنى انك لما تحتاج تدي صفت للجهاز ده لازم ملف السفت اللي هتحمله من على النت يكون بنفس الموديل وبنفس التوجه علشان لا يقدر الله ما يحصلش للجهاز اي مشكلة بعد التوجه مكتوب U2 وده اسم اصدار الحماية حرف U ممكن يكون S او العكس مش هيحصل اي مشكلة ان شاء الله اما رقم 2 بيكون رقم اصدار الحماية ولازم يكون نفس الرقم او رقم حماية اعلى بمعنى ان السفت اللي هنزله لازم يكون حماية U2 او U3 او U4 وهكذا او طبعا يكون S2 S3 S4 منفعش يكون U1 او S1 واللي هتلاقي فشر في برنامج الاودن اثناء تمرير السوفتوير اخر ثلاث حروف ورقم ده تاريخ اصدار الفلاشة او تاريخ اصدار السوفتوير مش هيحصل مشكلة ان شاء الله لو فيهم اي تغيير كده احنا عرفنا بيانات الريكوفري عن طريق زر خفض الصوت هنزل على اختيار Power Off علشان اقفل الجهاز وابدأ ادخل على صفحة الدولود بعد ايقاف تشغيل الجهاز بضغط على زر الرفع وزر خفض الصوت لاثنين مع بعض ضغطة متولع وبركب كابل USB وطبعا الطرف التاني من الكابل بيكون واصل في اللاب توب او كوميوتر الجهاز بيدخل معانا على صفحة الدولود مود راسية بضغط على زر الرفع الصوت علشان يكون جاهز لتمرير السوفتوير كده التليفون جاهز لاستقبال السوفتوير بروح على الكمبيوتر او اللاب توب وبنتابع الفيديو هنروح كده نشوف السوفت اللي حملته من على النت وبحمل ملفات السامسونج في الغالب من موقعين اما سام موبايل او سام سوني وهتلاقي رابط الموقعين في وصف الفيديو المهم ده السوفت السليم اللي مش هيعمل اي مشكلة ان شاء الله بتكون بياناته كالتالي موديل الجهاز M115F التوجه XX والاثنين زي بيانات الريكوفري بالزبط ما فهمش اي تغيير اصدار الحماية زي ما قلنا يا نفس الرقم اللي هو رقم اتنين يا اما رقم اعلى منه زي ما قلنا اخر تلات حروف ورقم تاريخ اصدار السوفتوير ومش هيأثر في حاجة لو كان متغيرين او مش نفس البيانات في الريكوفري كده عرفنا بيانات الريكوفري وبيانات السوفت اللي حملناها من على النت دلوقتي هنعرف ازاي تم تمرير السوفت للجهاز بعد ما بتحمل السوفت وبرنامج الاودن بتفك الضغط عنهم عن طريق تحديدهم والضغط عليهم كليك يمين واختيار استخراج هنا وطبعا فك الضغط هيكون ببرنامج زي برنامج وانرار وده اشهر البرامج لفك ضغط الملفات بعد عملية استخراج الملفات بتدخل مجلد برنامج الاودن بتشغل البرنامج بعد تشغيل البرنامج بتلاحظ ان البرنامج متعرف على الجهاز ومفيش اي مشكلة عندي خمس اماكن لملفات السوفت زي ما احنا شايفين في الفيديو بتضغط على اول خانة اللي مكتوب عليها البي ال بتفتح للصفحة دي بروح لمجلد السوفت وير بختار الملف اللي اوله بي ال بضغط على الخانة التانية اللي مكتوب عليها اي بي بختار الملف اللي اوله اي بي بس تنى لحظات لان الملف ده اكبر ملف فيهم وبياخد وقت شوية على ما برنامج الاودن يجهزه بعد كده بضغط على خانة السي بي وبختار الملف اللي اوله سي بي بقرر العملية على خانة سي اس سي وبختار الملف اللي اوله سي اس سي الخانة الاخيرة مش هنستخدمها في الفيديو ده كده ملفاتنا جاهزة وتعريفاتنا مزبطة بنضغط على ستارت علشان البرنامج يمرر ملفات السوفت وير للموبايل بنستنى لحد ما العملية تتم بنجاح ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا بعد انتهاء العملية الجهاز بيعمل اعادة تشغيل بدون اي تدخل منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله الجهاز فتح بدون اي مشكلة بتختار اللغة وبتضغط على البدء بتحدد مربع علاقات قرأت كل ما ورد اعلى وبتضغط على التالي تخطي وطبعا لو الجهاز طلب منك تتصل بالانترنت يبقى وايف على حساب جوجل وزي ما قلتلك في اول الفيديو بص بصة في وصف الفيديو ان شاء الله هتلاقي معظم شرحات للجهاز زي الضبط والتخطي وغيره بتضغط على عدم النسخ التالي كبول تخطي تخطي على اي حال التالي تخطي تخطي انهاء تم بفضل الله عمل سوفت وير للجهاز بنجاح وتقدر تستخدم الطريقة دي بنفس الخطوات في معرفة بيانات الجهاز وتمرير السوفت الموبايل لأي جهاز سامسون يارب الفيديو يكون عجبكم وكون قدر تقدم حاجة مفيدة اتمنى لكم دوام الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر